بسم الله الرحمن الرحيم يسُرُّ الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تُقدِّم لكم بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية صفحة 252 فصلٌ ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قولٌ وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقُص بالمعصي الإيمان قولٌ وعمل قول القلب قول القلب قال المُعلِّق أي تصديقه قول القلب تصديقه وإيقانه واللسان قول اللسان النُطق بالشهادتين وعمل القلب النِيَّة والإخلاص والمحبَّة والإنقياد وعمل القلب النِّيَّة والإخلاص والمحبَّة والإنقياد وعمل اللسان ما لا يُؤدَّى إلا به كتلاوة القرآن وسائر الأذكار وعمل الجوارح ما لا يُؤدَّى إلا بها مثل القيام والركوع والسُّجود فالإيمان قولٌ واعتقادٌ وعمل يزيدُ بالطاعة وينقُص بالمعصياء هذا قول أهل السُّنَّة والإيمان قولٌ وعمل قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح وأن الإيمان يزيدُ بالطاعة وينقُص بالمعصياء قال الشيخ محمد خليل هرَّاس رحمة الله عليه سبق أن ذكرنا في مسألة الأسماء والأحكام أن أهل السُّنَّة والجماعة يعتقدون أن الإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالجنان أي بالقلب وعملٌ بالأركان وأن هذه الثلاثة داخلًا في مُسمَّ الإيمان المُطلَق أي الإيمان الكامل فالإيمان المُطلَق أي الإيمان الكامل يدخلُ فيه جميعُ الدين ظاهرُه وباطِنُه قصولُه وفروعُه فلا يستحقُّ إسم الإيمان المُطلَق أي الكامل إلا من جمع ذلك كلَّه ولم ينقُص منه شيئًا ولما كانت الأعمال والأقوال داخلًا في مُسمَّ الإيمان كان الإيمان قابلًا للزيادة والنقص وهو يزيدُ بالطاعة وينقُصُ بالمعصية كما هو صريحُ الأدلَّ من الكتاب والسنَّة وكما هو ظاهرٌ مشاهد من تفاوت المؤمنين في عقائدهم وأعمالهم وأعمال قلوبهم وأعمال جوارحهم اللهم ثبِّتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ولابدَّ من قول اللسان وهو النُطقُ بالشهادتين ولابدَّ من اعتقاد القلب التصديق واليقين ولابدَّ من عمل اللسان وجوب ما يجبُ أن نُطقُ به من الشهادتين والأذكار وعمل الجوارح من صلاةٍ وصيامٍ وذكاةٍ وحجٍّ وغير ذلك من الأعمال ومن الأدلَّ على زيادة الإيمان ونقصِه أن الله تعالى قسَّم المؤمنين ثلاث طواب ثلاث طبقات أن الله قسَّم المؤمنين ثلاث طبقات وقال سبحانه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالمٌ لنفسه ومنهم مُقتصِد ومنهم سابقٌ بالخيرات بإذن الله اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين فالسابقون بالخيرات هم الذين أدَّوا الواجبات والمستحبات وتركوا المُحرَّمات والمكروهات وهؤلاء هم المُقرَّبون والمُقتصِدون هم الذين اقتصَروا على أداء الواجبات وترك المُحرَّمات والظالمون لأنفسهم هم الذين اجترأوا على بعض المُحرَّمات وقصَّروا ببعض الواجبات مع بقاء أصول الإيمان معهم ومن وجوه زيادته ونقصه كذلك أن المؤمنين متفاوتون في علوم الإيمان فمنهم من وصل إليه من تفاصيله وعقائده خيرٌ كثير فازداد به إيمانهم وتمَّ يقينه ومنهم من هو دون ذلك حتى يبلغ الحال ببعضهم أن لا يكون معه إلا إيمانٌ إجمال لم يتيسر له من التفاصيل شيء وهو مع ذلك مُؤمن وكذلك هم متفاوتون في كثيرٍ من أعمال القلوب والجوارح وكثرة الطاعات وقلَّتها وأما من ذهب إلى أن الإيمان مجرَّد التصديق بالقلب وأنه غير قابلًا للزيادة والنقص كما يُروى عن أبي حنيفة رحمه الله وغيره وهو محجوج أي مردودٌ عليه فيما ذكرنا من الأدلة فالإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح لابدَّ من ذلك فالذي يقول الإيمان التصديق بالقلب وأنه لا يزيد ولا ينقص هذا قولٌ باطلٌ مُخالِفٌ للنصوص فالإيمان قولٌ باللسان واعتقادٌ بالقلب وعملٌ بالجوارح قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضعٌ وسبعون شعبًا أي بضعٌ وسبعون جزءًا أعلاها قولُ لا إله إلا الله وأدناها إماطةُ الأذى عن الطريق إبعاد ما يُؤذِي الناس عن الطريق رواه البخاري ومسلم رحمهم الله وهم أهل السنة مع ذلك لا يُكفِّرون أهل القبلة أي المسلمين بمُطلق المعاصي والكبائل كما يفعله الخوارج الخوارج طائفة مُبتدعة ضالة يقولون أن المرتكبة الكبيرة إذا مات بدون توبة كافر حلال الدم والمال ويُخرجونه من الإسلام وهذا قولٌ باطل أما أهل السنة يقولون مرتكب الكبيرة إذا كان مُوحد فهو مُؤمن فاسق أو مُؤمن ناقص الإيمان لا ينفون عنه الإيمان ما زال هو مُؤمن ومُوحد وفي الآخرة أمره إلى الله إن شاء عفعًا وإن شاء عذبه ولكن المُحِد لا يُخلَّد في النار فأهل السنة لا يُكفِّرون أهل القبلة بمُطلق المعاصي والكبائل كما يفعله الخوارج بل الأخوة الإيمانية ثابتة مع المعاصي كما قال سبحانه وتعالى فمن عُفِي له من أخيه شيء فاتباعٌ بالمعروف يعني من قتل نفسًا وأهل المقتول عفو عن الدياء أو عفو عن الاقتصاد فقال من أخيه مع أنه قاتل فأخوة الإيمانية باقية فهو مُؤمن عاصي فإذا تنازل أهله عن القصاص ورضوا بالدياء فعليه أن يتبعوا الذي دفع الدياء بالمعروف فالشاهد أن القاتل لم يُنفع عنه الإيمان قال أخيه ومن عُفِي له من أخيه شيء وقال تعالى وَإِن طائفتان من المؤمنين قتتلوا وأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا أيعدلوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم حصى بينهم قتال ولكن هم مؤمنون عاصون ومع أن الإيمان المُطلق أي الكامل مُركَّب من الأقوال والأعمال والاعتقادات فهي ليست كلها بدرجة واحدة بل العقائد أصلٌ في الإيمان تصديق القلب واعتقاده محبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل العقائد أصلٌ في الإيمان ومن أنكر شيئًا مما يجب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو مما هو معلومٌ من الدين بالضرورة كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الزنا والقتل إذا أنكر شيئًا من ذلك فهو كافر قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار لأنه كذَّب الله عز وجل ولا ياذُ بالله ولا يسلُبون الفاسق الملِّي الإسلام بالكلِّية ولا يُخلِّدونه بالنار كما تقول المُعتزِلة الفاسق الملِّي يعني الفاسق المُسلم لا ينفون عنه الإيمان بالكلِّية ولا يُخلِّدونه بالنار بل يقولون هو مُؤمن عاصي أو مُؤمن ناقص الإيمان أما المُعتزِل فهم يقولون أن مُرتكِب الكبير إذا لم يتُب خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر ومُخلَّت في النار فهذا قول المُعتزِل باطل بل المُسلم العاصي هو مُؤمن فاسق أما في الآخرة أمره إلى الله إن شاء عفعًا وإن شاء عذَّبَه ولكن المُحِّد لا يُخلَّت في النار اللهم أجرنا من النار فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله اللهم أغفر لنا واتُب علينا يا ذا الجلال والإكرام بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان المُطلق كما في قوله فتحرير عقبةٍ مُومِنة يعني وإن كان ناقص الإيمان وقد لا يدخل في اسم الإيمان المُطلق أي في اسم الإيمان الكامل كما في قوله تعالى إنما المُؤمنون أي كاملوا الإيمان الذين إذا ذُكر الله وجلت قلوبهم أي خافت قلوبهم وإذا تُليت عليهم آياته زادتهم إيمانا فهؤلاء كاملوا الإيمان مرتكب الكبير لا يُطلق عليه ذلك هو مُومِن لكن ناقص الإيمان ليس كامل الإيمان وقوله صلى الله عليه وسلم لا يَذْنِ الزَّانِ حين يَذْنِي وهو مُومِن ولا يسرِقُ السَّارِق حين يسرِق وهو مُومِن ولا يشربُ الخمر حين يشربها وهو مُومِن ولا ينتهِبُ نهبتًا ذات شرفٍ يرفعُ الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهِبُها وهو مُومِن يعني كامل الإيمان لا يكون في هذه الحالات كامل الإيمان ولكن هو ناقص الإيمان ونقول هو مُومِن ناقص الإيمان أو مُؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته فلا يُعطَى الاسم المُطلَق أي الإيمان الكامل ولا يُسلِبُ مُطلَق الاسم لا يُقال ليس بمُومِن بل يُقال مُؤمنٌ بإيمانه فاسقٌ بكبيرته أو مُؤمنٌ ناقص الإيمان وأما الفاسق الملي أي المُسلم الفاسق الذي يرتكبُ بعض الكبائر مع أعتقاده حُرمتَها فأهلُ السنَّة والجماعة لا يُسلِبُون عنه إسم الإيمان بالكلِّية ولا يُخلِّدونه من نار كما تقول المُعتزِلَة والخواري بل هو عندهم مُؤمن ناقص الإيمان قد نقص من إيمانه بقدر معصيته أو هو مُؤمنٌ فاسق لا يُعطونه إسم الإيمان المُطلَق عن المؤمن مُطلَقًا ولا يُسلِبُونه مُطلَق الإيمان ولا يُنفُون عنه الإيمان بل يقولون مُؤمنٌ فاسق أو مُؤمنٌ ناقص الإيمان فعلينا أن نحذر المعاصي ونتوب إلى الله اللهم اغفر لنا وارحمنا وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وأدلة الكتاب والسنة دال على ما ذكره المؤلف رحمه الله من ثبوت مُطلَق الإيمان مع المأصي قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء نزلت في حاطب ابن أبي بلتعه عندما كتب إلى المشركين بأن الرسول يريد فتح مكة وهو الله قال يا أيها الذين آمنوا مُؤمنٌ لكن فسق بفعله هذا ونقص إيمانه وأما موالاة الكفار ومحبة الكفار فهذا كفرٌ والعياذ بالله قال فناداهم باسم الإيمان مع وجودٍ معصية وهي موالاة الكفار منهم فإذا الإيمان والإسلام الشرعيان متلازمان في الوجود الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي متلازمان في الوجود أي لا بد منهما والإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان باليوم الآخر الذي أركان الإيمان والإسلام أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة والزكاة والصيام والحج فالإيمان والإسلام متلازمان فلا يوجد أحدهما بدون الآخر بل كلما وجد إيمان صحيح معتد به وجد معه إسلام وكذلك العكس إذا وجد إسلام صحيح دخل معه الإيمان ولهذا قد يُستغنى بذكر أحدهما عن الآخر لأن أحدهما إذا أفرد بالذكر دخل فيه الآخر وأما إذا ذكر معا مقترنين أريد بالإيمان التصديق والإعتقاد وأريد بالإسلام الإنقياد الظاهري من الإقرار باللسان وعمل الجوارح ولكن هذا بالنسبة إلى مطلق الإيمان أما الإيمان المطلق يعني الكامل فهو خص مطلقاً من الإسلام وقد يُجد الإسلام بدونه يعني مع إيمان ناقص كما في قوله تعالى قالت الأعراب آمنا يعني ادعوا كمال الإيمان قل لم تؤمنوا يعني إيماناً كاملاً ولكن قولوا أسلمنا يعني مع إيمان ناقص فأخبر بإسلامهم مع نفس الإيمان عنهم يعني الإيمان الكامل وفي حديث جبريل عليه السلام ذكر المراتب الثلاث الإسلام والإيمان والإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه يعني بخشوع تمام وإن لم تكن تراه فإنه يراك جل جلاله فدل على أن كل منهما أن كل منها أخص مما قبله الإيمان أعلى والإسلام كذلك داخل في الإيمان والإحسان كذلك هو كمال الإيمان اللهم ثبِّتنا على الإيمان الكامل وفِّقنا لما تحب وترضى وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وصلٌ ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وصفهم الله به في قوله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم هكذا المؤمنون يحبون الصحابة ويحبون المؤمنين اللهم جعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسه بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة رضي الله عنهم لو أن إنسان أنفق مثل جبل أحد ذهب ما بلغ مد أحد من الصحابة رضي الله عنهم لكمال إيمانهم وإخلاصهم رضي الله تعالى عنهم فيجب أن نحب الصحابة وندعو لهم ونقتدي باتباعهم للحق ويقبلون ما جاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم رضي الله تعالى عنهم يقول المؤلف الإمام ابن تيمية رحمه الله إن من أصول أهل السنة والجماعة التي فارقوا بها من عداهم من أهل الزيغ والضلال أنهم لا يُذرون أي لا يحتقرون بأحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يطعنون عليه ولا يحملون له حقداً ولا بغضاً ولا احتقاراً فقلوبهم وأرسنتهم من ذلك كله براء ولا يقولون فيهم إلا ما حكاه الله عنهم بقوله ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان وهذا الدعاء الصادر ممن جاء بعدهم ممن اتبعوهم بإحسان يدل على كمال محبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثنائهم عليهم وهم أهلٌ لذلك الحب والتكريم لفضلهم وسبقهم وعظيم سابقتهم واختصاصهم بالرسول صلى الله عليه وسلم والإحسانهم إلى جميع الأمة لأنهم هم المبلغون لهم جميع ما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم فما وصل لأحد علم ولا خبر إلا بواسطتهم وهم يوقرونهم أي يحترمونهم أيضا طاعة للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى عن سبهم والغض منهم أي والتنقيص وبين أن العمل القليل من أحد أصحابه رضي الله عنهم يفضل العمل الكثير من غيرهم وذلك لكمال إخلاصهم وصادق إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعده وقاتل ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وكانوا ثلاثمائة وبضعة عشر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم يعني أن الله وفقهم للاستقامة رضي الله عنهم وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة أي بايع تحت الرضوان كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بل لقد رضي الله عنهم ورضوا عنه وكانوا أكثر من ألف وأربعمائة الذين بايعوا تحت الشجرة في الحديبية رضي الله عنهم وأرضاهم ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشر أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيد بن الجراح عشرة شهد لهم الرسول عليه الصلاة والسلام بالجنة رضي الله عنهم وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عشر وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم وأما قوله ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو الصلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل فلورود النص القرآني بذلك قال تعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل وكلا وعد الله الحسنى وأما تفسير الفتح بصلح الحديبية فذلك هو المشهور وقد صح أن سورة الفتح نزلت عقيبه أي عقيب صلح الحديبي وسمي هذا الصلح فتحا لما ترتب عليه من نتائج بعيدة المدى في عزة الإسلام وقوته وانتشاره ودخول الناس فيه وأما قوله ويقدمون المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم فلأن المهاجرين جمعوا الوصين النصر والهجرة ولهذا كان الخلفاء الراشدون وبقية العشرة من المهاجرين رضي الله عنهم وقد جاء القرآن بتقديم المهاجرين على الأنصار رضي الله عنهم في سورة التوبة والحشر الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون هذه آية التوبة للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسولا أولئك هم الصادقون قال وهذا التفضيل إنما هو للجملة على الجملة المهاجرون أفضل من الأنصار جملة على جملة فلا ينافي أن في الأنصار من هو أفضل من بعض المهاجرين يعني الأفراد وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال في خطبته يوم السقيفة نحن المهاجرون وأول الناس إسلاما أسلمنا قبلكم وقدمنا في القرآن عليكم فنحن الأمراء وأنتم الوزراء وأما قوله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر وقد ورد أن عمر رضي الله عنه لما أراد قتل حاطب ابن أبي بلتع حينما كتب إلى المشركين وكان قد شهد بدرا رضي الله عنه لكتابته كتابا إلى قريش يخبرهم فيه بمسير الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شيتم فقد غفرت لكم يعني أنهم موفقون للتوبة والصلاح رضي الله عنهم وأما قوله وبأنه لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة فلإخباره صلى الله عليه وسلم بذلك ولقوله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فهذا الرضا مانع من إرادة تعذيبهم ومستلزم لإكرامهم ومثوبتهم رضي الله عنهم وأما قوله ويشهدون بالجنة لمن شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم كالعشر وثابت بن قيس بن شماس وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم أما العشر فهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيد بن الجراح رضي الله تعالى عنهم وأما غيرهم وكثابت بن قيس وعكاشا بن محسن وعبد الله بن سلام رضي الله عنهم وكل من ورد الخبر الصحيح بأنه من أهل الجنة اللهم إنا نسألك الجنة جنة الفردوس برحمتك وعفوك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ويثلثون بعثمان رضي الله عنهم ويربعون بعلي رضي الله عنهم كما ذلَّت عليه الآثار وكما أجمع الصحابة رضي الله عنهم على تقديم عُثمان رضي الله عنه في البيع مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عُثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر عُمَنْ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ فَقَدَّمَ قَوْمٌ عُثْمَان وَسَكَتُوا أو رَبَّعُوا بِعَلِي وقدَّمَ قَوْمٌ عَلِي وقَوْمٌ تَوَقَّفُوا لكن استقرَّ أمر أهل السنة على تقديم عُثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وإن كانت هذه المسألة مسألة عُثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيها مسألة الخلافة وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر ثم عُثمان ثم علي رضي الله عنهم ومن طعن أي عاب في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضلُّ من حمار أهله وأما قوله ويُقِرُّون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عُمر وقد ورد أن علي رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة وسمعه منه الجنب الغفير أي العدد الكثير وكان يقول ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر رضي الله عنه وما مات أبو بكر رضي الله عنه حتى علمنا أن أفضلنا بعده عُمر رضي الله عنه وأما قوله ويُسلِّثون بعُثمان ويربِّعون بعلي رضي الله عنهم فمذهب الجمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة وهم لهذا يُفضِّلون عُثمان في ذلك وعلى كل حال فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤنلف ابن تيمية رحمه الله من مسائل الأصول التي يُضلَّل فيها المُخالف وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف وأما مسألة الخلافة فيجب الاعتقاد بأن خلافة عُثمان رضي الله عنه كانت صحيحة لأنها كانت بمشورة من الستة ترجمة نانسي قنقر